بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والها ما بعد فما زلنا معا مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام وقفنا عند قول المصنف رحيمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاتجعت في عرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة أهل أمران ثم قام إلى شن أو شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم 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 الوتر ثم الطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح اجتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام الوجه الأول شرح مفرداته وألفاظ الحديث قول ابن عباس في أرض الوسادة أي الطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول المخدة والطجع ابن عباس في أرضها والوسادة هي المخدة قوله يمسح النوم عن وجهه أي يمسح بيده الشريف فأثر النوم عن عينيه قوله شن معلقة شن هي القربة التي تتخذ من الجلد ويوضع فيها السوائل مثل الماء وغيره قوله العشر الخواتيم من سورة آل عمران أي من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض قوله وأخذ بأذن يفتلها أي أخذ بأذن بن عباس يفتلها يعني يعركها لينبهه على استمرارية الاستيقاظ قوله فصلى ركعتين أي صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين ركعتين حتى بلغ به ما بلغ كما سنذكر بعد قليل الوجه الثاني في الحديث دلالة على جواز قراءة القرآن بعد الحدث وغيره من دون مس للمصحف ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام من النوم قبل أن يتوضى قام فقرأ العشر الأواخر من آخر سورة آل عمران قبل أن يتوضى الوجه الثالث في هذا الحديث جواز اطجاع الشخص المحرم جواز اطجاع الشخص المحرم عند محارمه فابن عباس نام عند خالته ميمونة وهي أخت أمه رضي الله عن الجميع الوجه الرابع فيه استحباب قيام الليل وقراءة القرآن وتلاوته سواء في الصلاة أو خارج الصلاة الوجه الخامس فيه تخفيف ركعتي سنة الفجر حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر صلىهما خفيفتين قد جاء في حديث عائشة أنه قرأ في الأولى بعد الفاتحة قرأ في الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون وفي الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد الوجه الأخير جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة نبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان قد صلى من الليل إحدى عشرة ركعة وثبت عنه أنه صلى ثلاثة عشرة ركعة وهذا يدل على جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة قال رحمه الله تعالى وغفر له عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال رجل أنه قال له رجل أتستطيع أن توريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضى فقال عبد الله بن زيد نعم فدعى بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجله اجتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام منها أولا قوله قال أن رجلا قال لعبد الله ابن زيد عبد الله بن زيد رضي الله عنه أحد الصحابة الكرام الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من ذلك وأما قوله أن رجلا هذا الرجل هو عمر ابن يحيى كما صرح كما صرح أهل العلم باسمه في كتب التراجم قوله بدأ بمقدم رأسه هذا توضيح لقول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر الوجه الثاني في هذا الحديث وجوب مسح الرأس في الوضوء وأنه أحد فرائض الوضوء الوجه الثالث الراجح من أقوال أهل العلم وجوب تعميم الرأس بالمسح وقد دل هذا الحديث دلالة واضحة على أن الرأس يمسح كاملا وأن الباء في قول الله عز وجل ومسح برؤوسكم للإلصاق وليست للتبعض الوجه الرابع فيه غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاثا ثلاثا وهذه السنة وأما الفرض فهي مرة مرة واحدة الوجه الأخير فيه بيان التعليم بالفعل بمعنى أن التعليم بالفعل أرسخ وأقوى من التعليم بالقول خاصة في الأشياء التي تحتاج إلى تعليم العوام والجهال لعلي أكتفي بهذا القدر وسيأتي في باب الوضوء أيضا ذكر صفة غسل أعضاء الوضوء صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد